اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هلأ هون في عنا امثلة برضه بسيطة ونفس ما الامثلة كنا نحلها غاد راح نحلها هلأ هون بس انه بين مسميات راح تكون جديدة هلأ هون بحكينا السؤال find dy على dx اللي هي يعني نحسب المشتقة y تساوي كش الخمسة x تربية هلأ هون اول اشي عشان احسب المشتقة نفس الاشي في عنا طرفين طرفين للمعادلة هاي اول اشي راح نشتق ال y اللي هي عبارة عن dy على dx اللي هي المشتقة الضمنية تساوي اول اشي في هون على قاعدة السلسلة اول اشي راح نشتق التنين اللي هي راح ننزل تنين في الاقتران نفسه اللي هو كش الخمسة x بعدين راح نشتق ما داخل القوس اللي هي ضرب مشتقة كش الخمسة x او كش الخمسة x هي عبارة عن سنش الخمسة x وآخر إشي ما رح ننسى مشتقط الزاوية هاي هيك إحنا منكون حلينا أول مثال هلا المثال الثاني y تساوي lin تنشل x هي برضو عبارة عن dy على dx تساوي مشتقط اللن هي عبارة عن مشتقط ما داخل اللن على ما داخل اللن نفسه في lin الأساس فمشتقط تنشل x هي عبارة عن سيكنش تربيع ال x على ما داخل اللن اللي هي تنشل x تنشل x في لن الأساس اللي هي lin ال a وهي هون قيمتها واحد وما رح ننسى طبعا مشتقط الزاوية في الحالتين اللي هي هون واحد وهون هتكون عندنا ياها واحد فهتطفي عندنا ياها آخر إشي dy على dx بتساوي سيكنش تربيع ال x على تنشل x لحالها لي مشتقط ما داخل اللن على ما داخل اللن في lin الأساس ولن الإي عبارة عن واحد هلا المثال الثالث y تساوي e قوة سنشل x ضرب كش جذر ال x هلا هون في عنا مشتقط ضرب في مشتقط الضرب رح ناخد الأول زي ما هو في مشتقط الثاني زائد الاقتران الثاني زي ما هو في مشتقط الاقتران الأول فبتسير عندنا ياها dy على dx هي بتساوي الاقتران الأول زي ما هو e قوة سنشل x ضرب مشتقط الاقتران الثاني اللي هي السنش جذر ال x في مشتقط الزاوية اللي هي واحد على تنين جذر ال x لأنه مشتقط الجذر هلأ زائد الاقتران الثاني اللي هو كوش جذري الاكس ضرب مشتقة الاقتران الاول اللي هي مشتقة القوة اللي هي كوش الاكس في واحد اللي هي مشتقة الزاوية في الاقتران نفسه اللي هو ايقو اسنتشل اكس في لني الاساس وهيكون عبارة عن لني الاي وهو واحد وهي هون هيك كمان اشتقينا المثال التالت هلأ المثال اللي بعده اللي هو الرابع عنا واي تساوي سنتشل واي لكل تربية زائد كوش الواي هلأ هون اللي ما نشتقها اللي هي مشتقة جمع مشتقة كل اقتران لحال او كل اقتران لحال دي واي على دي اكس هي تساوي تنين في سنتشل واي قوة واحد بعدين هلأ رح نشتق ما داخل القوس لانه هاي عبارة عن مشتقة سلسلة ضرب كوش الواي في مشتقة الزاوية دي واي على دي اكس يعني هون اول اشي اشتقينا مشتقة سلسلة اللي هي نزلنا التنين في الاقتران نفسه بعدين اشتقينا ما داخل القوس اللي هي مشتقة السنتش عبارة عن كوش بعدين اشتقينا الزاوية اللي هي مشتقة الواي دي واي على دي اكس وهلأ زائد مشتقة الاقتران التاني اللي هي مشتقة الكوش عبارة عن سنتش ال اكس هلأ هون بما انه بدنا المشتقة في السؤال فلازم اعمل تجميع للحدود اللي هما لدي واي على دي اكس وغانا دي واي على دي اكس لازم احطها بموضوع قانون بطرف واحد فبتصير عني ايها دي واي على دي اكس ناقص تنين سنتش الواي ضرب كوش الواي ضرب دي واي على دي اكس وتساوي سنتش ال اكس هلأ رح اخرج الدي واي على دي اكس عامل مشترك هايهم دي واي على دي اكس عامل مشترك ضل عنا واحد ناقص تنين سنتش الواي في كوش الواي تساوي سنتش ال اكس هلأ رح اقسم الطرفين على هاي هذا الحد اللي هو واحد ناقص تنين سنتش الواي ضرب كوش الواي فبتصير عني ايها دي واي على دي اكس ويساوي سنتش ال اكس على واحد ناقص تنين سنتش الواي ضرب كوش الواي هاي هيك احنا منكون اوجدنا المشتقة بانه خلينا دي واي على دي اكس موضوع القانون بطرف واحد ونفس ما شفنا الامثلة هيك بتكون عادي بسيطة كتير وهي نفسها نفس طرق الاشتقاق التانية اللي كل شابتر ثري كان عليها اللي هي من الاشتقاق على حسب قوانين الاشتقاق كل القوانين مرتبطة في بعض اي اشي ممكن اي معلومة من اي سؤال ممكن انه نقدر نحل من خلالها سؤال تاني وكل القوانين طبعا طبعا الاشتقاق مرتبطين في بعض ويعطيكم الف عافية